أخواتي وأخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور ياسر عبد المجيد حميد أخصائي أمراض نفسية وعصبية أعمل في إنجلترا أحببت أن أعمل هذا الفيديو القصير لشكر كل الأصدقاء الذين أضافوني كصديق على صفحاتهم على الفيسبوك الحمد لله عندما فتحت أو أنشأت هذا الموقع على الفيسبوك والذي أسميته دكتور ياسر أخصائي أمراض نفسية أو طب نفسي لم أتوقع أنني سأحصل على هذا العدد الكبير من دعوات الصداقة ومن الاستفسارات من الأصدقاء والصديقات من مختلف أركان العالم وخاصة من العالم العربي والحقيقة أن هذا شيء جيد لأنه يعني أن الناس متعطشة لسماع معلومات أكثر عن الطب النفسي معلومات أدق عن المرض النفسي وعن كيفية تشخيص وعلاج المرض النفسي والأهم من ذلك كيف نساعد الأشخاص الذين يصابون بالأمراض النفسية وأهلهم وأصدقائهم في التغلب على المشاكل التي تصاحب أعراض المرض النفسي في المجتمعات العربية والغربية فشكرا لكم على هذه الثقة التي أوليت نمونيها والتي إن شاء الله سأحترمها وسأستمر في التواصل معكم عن طريق صفحتي على الفيسبوك دكتور ياسر طبيب نفسي شكرا جزيلا لكم مرة ثانية أخواتي وأخواني أحببت أيضا أن أذكر شيء مهم لجميع الناس الذين يسألوني عن استشارات واستفسارات عن طريق المسنجر وعن طريق الفيسبوك أنني بحكم عملي في هذا البلد وهو إنجلترا هناك واجبات محددة يجب أن ألتزم بها ومن تلك الواجبات أنني لا يمكن أن أعطي رأيا في بدء علاج أو وقف علاج لمريض بدون أن أكون قد قيمت الحالة وقد شخصت الحالة بشكل وافي وكافي وهذا طبعا شيء غير ممكن عن طريق التخاطب عبر المسنجر فلذلك سوف ترون أن النصائح التي سأقدمها هي عبارة عن نصائح عامة وهي عبارة عن رأيي الشخصي اعتمادا عن المعلومات التي توفرها لي وأنني لا أستطيع أن أعطي تشخيصا معينا أو أن أنصح البدء بعلاج معين بدون رؤية المريض وجها لوجه فأرجو أن تعذروني مرة ثانية إذا كانت نصائحي عامة أو المعلومات التي سأقدمها لكم معلومات عامة وليست خاصة كما أنني أعتذر عن تقديم أي علاج نفسي لمن يتصل بي عن طريق المسنجر مثلا جلسات لمدة ساعة في الأسبوع أو غيرها بعض الأصدقاء قد طلب مني ذلك أيضا بحكم عملي في هذا البلد فأنه يعني معظم وقتي في اليوم هو مكرس للعمل والدراسة في هذا البلد وللأسف لا أملك الوقت الكافي لتوفير العلاج النفسي عن طريق التخاطب عن بعد فأنا أرجوكم أن تسامحوني على هذه الأشياء التي ليس لي يد في تغييرها والذي دائما أنصح به أنه اعتمادا عن النصيحة العامة التي سأعطيها لكم أرجوكم أرجوكم دائما أن تبحثوا عن أخصائي في مدينتكم في بلدكم تثقون به وتعرضون الحالة عليه أو عليها ذلك سيكون أفضل بكثير بعض الأصدقاء أيضا سألني إن كنت أعرف أخصائيين معينين في العراق أو في غيره من الدول أيضا للأسف أنا لا أستطيع أن أوصي بشخص أو بطبيب أو بزميل أنا متأكد أن كل الزملاء العاملين في القطاع الصحي أو الطب النفسي في العراق وفي بقية الدول هم أكفاء ولكنني لا أستطيع أن أقدم توصية برؤية أخصائي معين عن غيره من الأخصائيين فأرجو أيضا المعذرة من هذا الشيء أخواني وأخواتي استلمت بعض الاستفسارات عن بعض الأمراض النفسية وحاولت أن أقدم النصيحة والمعونة للأشخاص الذين اتصلوا به مثلا استلمت استفسار عن مرض انفصام الشخصية أو الفصام أو سكتزوفرينيا هل أن هذا المرض يتوجب على المريض أن يأخذ العلاج لبقية حياته أم ممكن أنه يوقف العلاج الأبحاث في هذا المجال أبحاث كثيرة بشكل عام وأنا أتكلم بشكل عام تماما أنه ثلث المرضى الذين سيصابون بداء الفصام أو شيء مشابه إلى سوف يتغلبون على هذه العراض وستذهب هذه العراض بمرور الزمن ومع العلاج وعند ذلك الوقت عندما تزول العراض ممكن هؤلاء المرضى أنه يرون أخصائي والذي بصورة حذرة ممكن أنه يقلل العلاج تدريجيا ويوقفه هذا حوالي ثلث من هذا الأشخاص ممكن أنه يكونون في هذه الخانة الخانة التي أعراضهم مع مرور الزمن تقل وتذهب وبالتالي ممكن أنه العلاج الذي هم عليه يقلل تدريجيا ويوقف أنا أكرر مرة ثانية يقلل تدريجيا ثم يوقف أبدا لا توقف أي علاج لمرض نفسي بصورة مباشرة لأن ذلك قد يعرضك إلى الكثير من الأعراض الجانبية الثلث الثاني من المرضى سوف يكون أدهم هذه الأعراض على مدى الحياة لكن تذهب وتزول تزيد شدة الأعراض وتقل مع مرور الزمن وأيضا هؤلاء الأشخاص ننصح أنه العلاج الذي هم عليه الذي يسيطر على هذه الأعراض يجب أن يستمروا عليه فترة طويلة وأنه أي تغيير في العلاج يجب أن يكون باستشارة أخصائي الثلث الأخير من هؤلاء المرضى هم المرضى الذي ستكون لهم أعراض دائمة ومستمرة طوال حياتهم أيضا ومهما استخدمت من أدوية وعلاجات سوف تكون هناك بعض الأعراض المتبقية لمرض الذهان للسايكوسيز للهلوسة أو للاعتقادات الغير عقلانية مثلا وهؤلاء الأشخاص ننصح أيضا أنه يكون علاجهم على يد أخصائي ويكون العلاج مبني على قواعد علمية سليمة وهؤلاء الأشخاص أيضا أنا لا أقول أن يستسلموا لهذه الأعراض على الرغم من أن هذه الأعراض ستكون مستمرة ولكن أنصحهم أنه يتابع الإلاج مع طبيبهم وأن يستمر الأهل والأصدقاء بتوفير المعونة لهم وإن شاء الله يكونوا قادرين على أن يعيشوا حياة طبيعية مثلهم مثل غيرهم من الناس أخواني وأخواتي استلمت أيضا استفسارات عن مرض التوحد أو ما يسمى بالأوتزم ومتى يمكن أنه يشخص هذا المرض في أي عمر من الأعمار ممكن أن يشخص هذا المرض طبعا مرض التوحد الأوتزم هو مرض ولادي يعني يكون موجود بعد ولادة الطفل وأعراضه تظهر في مرحلة مبكرة جدا من حياة الطفل تقريبا بحوالي 18 شهر من العمر يلاحظ الآباء والأمهات أن هذا الطفل قد يكون مختلفا عن غيره مختلفا عن إخوته يحب الإنعزال لا يتفاعل مع الآخرين مثلا لا يبتسم إذا ابتسمت له الأم لا يتخاطب معها إذا تخاطبت معه فتبدأ ظهور أعراض مرض التوحد بشكل مبكر في الحياة لكن التشخيص قد يطول التشخيص قد يتأخر لماذا؟ لأنه ليس الكثير من الناس هم على علم ودراية بأعراض مرض التوحد فهي أعراض واسعة وتختلف من شخص إلى آخر لكن يجمع أعراض التوحد هذه الصفات المشتركة أولا ضعف في التخاطب الاجتماعي فعالية هؤلاء الأشخاص في التخاطب مع الآخرين والاندماج معهم والتفاعل معهم تكون ضعيفة وشيء الثاني ضعف أو تأخر في تطور اللغة فمثلا أن هؤلاء الأشخاص قد تتأخر تطور الكلام عدهم تطور اللغة عدهم إلى ما بعد ثلاث سنوات من العمر والصفة الثالثة من العامة لمرض التوحد هو أن هؤلاء الأشخاص يكون لديهم اهتمامات ضيقة ويكونون جيدين جدا في هذه الاهتمامات ويكون لديهم روتين معين فأي شيء يعني يؤثر على هذا الروتين يجعلهم مصابين بالكثير من القلق والاضطراب يعني يحبون أن يعملوا الأشياء بصورة متكررة وبصورة روتينية وإذا أنت أثرت على هذا الروتين الذي هم يسيرون عليه في كل يوم فسيصابون بالاضطراب فهذه هي أعراض مرض التوحد بشكل عام لكن كما قلنا كل شخص عن شخص آخر يختلف في المظاهر أو المشاكل التي يعاني منها أو العراض التي يعاني منها طبعا مرض التوحد قد يكون مصاحبا لإعاقة في التعلم لكن ليس كل الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم إعاقة في التعلم يعني هناك نسبة من هؤلاء الأشخاص المصابين بالتوحد يكونون مبدعين ويكون لديهم خيال واسع ويكون لديهم قدرة على أنه يبدعون في مجالهم وخاصة في المجالات التي تحتمد على الملاحظة على دقة الملاحظة مثلا مثلا مجالات الكمبيوتر حيث لديهم هذا الاستعداد للبقاء لساعات طويلة إلى أن يحلوا مسألة معينة أو يبرمجوا فتبرنامج معين فلذلك هم أشخاص نسبة كبيرة منهم رح يكونون أشخاص قادرين على يعني أن يكونون مبدعين في حياتهم العامة ويعيشون حياة طبيعية مثلهم مثل أي شخص تاني أخواتي وأخواني استلمت أيضا استفسارات عن بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج الأمراض النفسية في العراق وفي غيرها من الدول والذي لاحظته أن بعض الأطباء في هذه البلدان يستخدمون علاجات قديمة يعني ما المقصود بالعلاجات القديمة يعني علاجات أدوية وعقاقير قد أنتجت عشرات السنين وما زالت تستخدم لحد الآن لرخص ثمنها طبعا مثل ما قلت أنا لا أستطيع أن أتدخل في أي دواء يصفه لك طبيبك في بلدك لكن الذي أقوله أنه هناك العديد من الأدوية التي ظهرت منذ زمن التسعينات ومنذ سنوات الألفين وعلى حد الآن التي ليست غالية جدا لكن لديها أعراض أقل من أعراض الجانبية لهذه الأدوية القديمة مثلا لاحظت أن بعض الأطباء يصفون دواء الإميبرامين أو التوفرانيل الذي هو مضاد للكآبة وهذا الدواء لديه أعراض جانبية كثيرة على المريض مع الأنم أنه فعال لكن في إنجلترا مثلا لا نصف هذا الدواء إلا تحت إشراف أخصائي وعندما تفشر كل الأدوية الأخرى فلذلك مثلا هناك أدوية مثل الفلوكسيتين أو البروزاك الذي كان من أول الأدوية المضادة للكآبة من فئة السيلكتف سيروتونين ريابتيك انهيبيترز أو SSRI والذي أعتقد هو سعره ليس غالي جدا في الدول العربية أو دواء السيتالوبرام مثلا أيضا من الأدوية التي ظهرت في عقد التسعينيات والتي ليس سعرها كبير لكن في نفس الوقت أعراضها الجانبية أقل من الأعراض الجانبية لأدوية الكآبة القديمة التي صنعت قبل 40 أو 50 سنة كما لاحظت أنه لحد الآن بعض الأطباء قد يصفون دواء الكلوربرومازين أو اللارجكتيل أيضا هذا هو كان أول دواء مضاد للذهان أنتي ساكوتك ميديكيشن والذي تم إنتاجه في عقد الخمسينيات من القرن الماضي أيضا هذا دواء مليء بالأعراض الجانبية طبعا هو رخيص جدا لكنه لا يستخدم في الدول الغربية على حسب علمي نستخدم أدوية أخرى هي أأمن على المريض ولديها أعراض جانبية أكثر أقل وبنفس الوقت قيمتها المادية هي ليست غالية جدا يعني مثلا دواء العقار الهالو بيريدول أيضا من الأدوية المضادة للذهان التي ما زالت تستخدم في إنجلترا والتي سعرها قليل جدا رخيص جدا فممكن الطبيب الزميل في الدول العربية يمكن يصف الهالو بيريدول بجرعات قليلة ويتوقف عن وصف دواء الكلوربرومازين أو اللارجكتيل اللي هو دواء قديم جدا أيضا إذا كان المريض إذا كان الطبيب النفسي قد قرر أن هذا المريض لا يستطيع أن يأخذ حبة يعني دواءه كل يوم فبعض الأطباء يحول المريض على إبرة هذه الإبرة ممكن أن تعطيها مرة كل أسبوع أو مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر وهي تسمى بالدبو إنجيكشنز أو الإبر طويلة المدى أيضا القوانين في هذا البلد تقول لنا أنه إذا أنت استخدمت الإبرة لعلاج المرض النفسي مثلا إبرة مرة كل شهر يجب أن تتجنب إعطاء الحبوب المضادة للذهان فوق الإبرة يعني لا تستخدم هاي العلاج أما أنت تستخدم الحبوب المضادة للذهان التي يجب أن يأخذها المريض مرة كل يوم أو مرة كل يوم أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو إذا كان المريض ينسى أخذ علاجه أو لا يأخذ علاجه أو لا يحب أخذ علاجه وقررت أنه تعطيه إبر مرة كل شهر فإذا يجب أن تبقى تعطيه إبر لا تعطيه إبر وحبوب في نفس الوقت لأنه ليس هناك دليل على أنه إعطاء دوايا أو ثلاث أدوية المضادة للذهان سوف يسيطر عن المرض بشكل أوضل لا يوجد دليل على هذا الدليل يقول لنا أنه يجب أن نستخدم في أغلب الأحيان دواء واحد فقط مضاد للذهان وإذا فشل هذا الدواء في السيطرة على أعراض مرض الذهان أو الشيزوفرينيا أو الإنفصاب الشخصية يجب أن نحول أن نحول المريض على دواء ثاني أفضل من أنه نعطيه دوايا لعلاج نفس الحالة أخواتي وأخواني أشكر لكم اهتمامكم مرة ثانية بصفحتي هذه على الفيسبوك وإن شاء الله نستمر على التواصل ممكن أن تبعثوا لي باستفساراتكم لكن كما قلت أرجوكم المعذرة إذا كنت ستأخر عن الإجابة أو سأعطي إجابة عامة سأحاول الإجابة على معظم الاستفسارات التي تصلني وأستميحكم العذر لأي تقصير قد يبدون مني في الإجابة عن أسئلتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر